وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام مرحباً وأهلاً بكم أسأل الله جل وعلا أن يجبر خواطرنا وإياكم الصلاة هي صلة العبد بربه وإن الصلاة أيها الأحبة إذا صلحت بتصلح بقية الأعمال وإنها أحب الأعمال إلى الله أن تصلي على وقت الصلاة ومن الصلاة ومن أساسيات قامتها وقبولها أن تقرأ فاتحة الكتاب وعندنا أيها الأحبة معلوم الحديث لا صلاة بغير الفاتحة فيا ترى ما رأي أهل العلم في هذه المسألة المسألة ليس سهلة ولا يسيرة طبعاً رأي الجمهور بعدم الوجوب أن يقرأ المأموم خلف الإمام ويمكن اللي تكلم في مسألة هذه الشافعية اللي هم أزنوا في مسألة القراءة لكن خل بالحضرتك إحنا عايزين نقف عند المسألة وقفة من جهة أخرى ترك كراءة الفاتحة لن أتكلم عن رأي المذاهب ولا على رأي الجمهور لأن معلوم خلاص أن الأمر بين أهل العلم فيه خلاف والأصل في المسألة كما قال الجمهور عدم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو في غيرها من الصلوات عند بعض الأئمة لكن المسألة هنا فيها خلاف طيب مش مشكلة ديت بقى تعال عند المسألة اللي مشكلة كبيرة جداً أن الواحد يصلي وفي أخطاء في الفاتحة أخطاء كثير ممكن الواحد يقع فيها منها اللحن الجلي اللي ما تصحش الصلاة بقى بغير فاتحة الكتاب لأن حضرتك بتصلي وتقرأ الكرآن بطريقة فيها خطأ لحن جلي ترفع المنصوب وتنصب المكسور وتقلب الدنيا يمكن اللحن الخفي تصح به الصلاة على أساس ممكن تفوت منك غنى مد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بعض الناس يقولون الرحمن الرحيم المسألة مش سهلة مش بقولك وتحسبونه هينة لن تصح الصلاة المفروض ان احنا نعد نتعلم وما نخجلش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مش الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بعض الناس ينطقونها مالك يوم التين غلط ما تستهنش بقراءة الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين خلي بالك بقى من بعض الناس بيتكلموا زي لغة الصين لقيت واحد بيقرأها مرة اهدنا الصراطة بالتاء طبعا الكلام ده لما تسمعوها من الشيخ أشرف عامر ولا الشيخ بصراطي ولا الكلام ده الشرح يكون أفضل اهدنا الصراطة صراطة يعني خلي بالك من اهدنا الصراطة حينا بيقولها بالتاء المستقيم كيم كيم دازة يجب أن يكون واحد يعني صيني ولا حاجة اهدنا الصراطة المستقيم صراطة الذين أنعمت عليهم طبعا حبيبنا في مسألة القراءة بقى والأحكام في ناس أولى منا بهذه بس أنا بنبى في منطقة خطيرة يعني مثلا إحنا لو حضرنا صوتك قلت النون أحيانا بعض الناس بتتوقف عندها ما بتقباش خفيفة في القراءة وأحيانا إيه تبحث أنهما بيقلكلوها كمان أنعمتا دي ممكن صلاتك سليمة لكن اللحن الجلي خطر على الأقل قرأها بالصورة التي تصح بها الصلاة اهدنا الصراطة المستقيم صراطة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طبعا المد رايح مني عشان النفس يعني إذن يا حبيبي لا صلاة بغير فاتحة الكتاب علموا أبناءكم إزاي يقرأوها علم الناس الكبار في السن إحنا كل حاجة بنتعلمها مش هتجي على فاتحة الكتاب إحنا حافظين أغاني القدامة والحداث فاتحة الكتاب مهمة جدا وتحسبونه هينا أسأل الله نتقبل منا ومنكم وفي الختام لكم مني أحلى السلام نختم بالصلاة والسلام على نبي الهدى عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله